تسعة وخمسة بدي يفوت على الحمام بدي يتحمم اتحممني بدي يطلع بدي لقمة أكلة جاهزة يلاقي كلها لأروع القصص اشتركوا هلأ بقناة مالك مكتبي الرسمية على يوتيوب تليفون نعم تليفون تليفون هيدا سبب الطلاق؟ اه بعد اتنعشر سنة زواج كان في ولاد؟ في ولق صبي وبنات وسبب الطلاق؟ تليفون التليفون صار اخد اهمية الرجال بالبت اي حادثة ايمتنå عملتroneятно diagnosed ؟ بعض الخيار يا انا انا خيارت زوجتك؟ يا انا انا هو شو اختيارت؟ التليفون الرجل لما يحط نفسه بمرتبة التليفون مش انت قصر من كرامة الرجل لما الرجل هو عم بحط عم بقالnelle لا زوجته لا انا انا debe يعني الرجل صار مثله مثل التليفون لا لم مطله مثل التليفون أنت عم بتقلي يا أنا يا تليفون يا العيشي عندي بلا تليفون يا أمي عن بيت أهلك آآ أعم بتقلي أي عشر عندي بلا تليفون آآ أكيد ما هي الزاجة على ماikeه؟ قلة الإهتمام بالرجال صاد يبدأت أن أوبي هذاgoing ماهرت مع enjoys بسرعة ج intéressant هم يجب أن يتم تلك وقتниц لا يمكنك له بيتك أهلاً إن لم ي NYU و يوجد فكر في أنigma يملكه ملتزم considerably وبالتأثرنا اتجاهك ماذا ي望ت أن تجه إلى مؤقتين؟ يعني الغراضك تكون جاهزة بدأك تفوت تتحمل بدأك تجهز حالك شو خاصة بالحمام هي؟ شو شو خاصة؟ الأمرأة قاله شو بالبيت؟ قال ربا تجهز له غراضه؟ باب يعرف اشهز غراضه الرجاء؟ يا أخي تيابك ما دع تحطي لك يوم بالحمام؟ لقمة أكلك ما بدأك تاكلها ما بدأك تجي على البيتك لأيية بقال بالبيت؟ سؤال إذا أنت وصلت على البيت حضرت تياب الحمام؟ ايه شو بصير؟ هاي دي ما بنواج باتي بنواج باتها هي تحضرهم تيابك؟ ايه هي بتحضر لك يوم؟ الزوجة تعريف الزوجة شو بالنسبة لك؟ هي شركة حياة الرجال الأصل تجي تحممه وتجهز له غراضه أنت مع كل النهار بشغلك بالمقابل هي أيضا كل النهار مع الولاد وبي إذا منا إمرأة عاملة خارج المنزل هي إمرأة عاملة داخل المنزل يعني بتهتم بولادها بدرس ولادة بإمتياجات ولادة صح وتعطى الهم زوجة لما بدو يرجع لكن إذا ما في إعتاق ما في أنت عم تقولها لأنه تعتى الهم جوزة لما بدو يرجع إيه طب إذا هيدا ما في منه برأيك ليش المرأة لما جوزة بيرجع ما بتكون عم تحتم فيه مشغولة بالتليفون مشغولة بالتليفون طيب سؤال شو اللي بيخلي المرأة يصير التليفون أولوية على حساب زوجة آه سؤال صعب هذا صعب صعب لأنه أنا ما فيني جاوبك على بس أنا بدي أسألك بزوجة لا بالتليفون أكيد بس إذا هي عم تشعر أنه تليفون أولوية يعني المشكل تليفون لا يعني المشكل زوجة ليش بدي يكون زوجة يمكن عم بتعيش مع زوجة فراغ عم بيعبي لأيات تليفون ما بشك به هذا الموضوع لأنه واجبات المنزلية أنا عم قدمها شو يا مصاري عيشتها بقلب البيت علاقة جنسية ما تنتقصر ليش بدي يكون التليفون أبدا مني برأيك بين هيدول اللي أنت سميتهم كلهم احتياجاتها المادية احتياجاتها الجنسية بقليك شو الأولوية عند المرأة الأولوية الجنسية مين قل لك أنا عم قل لك المرأة لما بتسألها أول شي بتقلك الاهتمام والعاطفة هذا كله موضوع والاحترام ايه أكيد كيف الاحترام بتكون لما رجل بفوت على البيت بيقل لحضريني احتياب حمامة وحممينة وطعمينة وشيل التليفون من إيدك ويا أنا ويا التليفون يا بترجع عن بيت أهلك اليوم الرجال لما بدي يجي على بيته بدي يقعد هو مرته شو بدك انت لما ترجع على بيتك شو من واج بيت المرأة لازم تعمل واج بيت المرأة؟ اتحممني اما لا شو يا ايدي؟ كرم أخلاق منها انه شو؟ اتحممني بدي اطلع بدي لقمت أكل يجاهز يلاقي كلها بس سؤال كيف بدك اتحممك وتسخلك أكلاتك بعد شوي؟ تساعدها بجاهز أنا وياها الأكل ومنحطه بدي تعشي أنا وياها لكن اذا هي ما حممتك بتكون لازم هي دورة جاهز الأكل صح واذا حممتك بتساعدها اه اكيد شو مكافأة يعني؟ اه؟ يا فتردي اهو كرم أخلاق منك خلصت العشرة شو ما طلب منها؟ نقدم نصهر بيصير فيه يعني الواحد بيقعد هو مرته هيا ايا ساعة؟ يخيه على العشرة عشرة خلصت عشرة حكيت تحممت وتعشيت وحكيت معه وفتت نمت صح هيا هون مسكت تليفونة عم بتشوف الأخبار عم تقرأ بتفوت على فيسبوك بتفوت على انستجرام مواقع التواصل اجتماعي بتحكي مع أصحابها بتشوف شو عم بيصير بتشوف النوتيفيكيشنز ما حسب ما انت؟ بتحضر حلقة أحمر بالخط العريض مفروض ممنوع ممنوع تقعد على التليفون بالليلة وقعدي معك بتاخد؟ ممنوع تقعد تشوف تليفونة اكيد ما عاملت ويش بيتها معك؟ طب الحياة الزوجية يوم بدأ تروح لما تفوت انت وياها عم بيصير شو بدو يصير؟ إذا هي كل يوم هدأ استبداد؟ لا ممنوع استبداد طيب إذا هي اليوم مطالع بيلا هي اليوم ما بدأ تعمل أي علاقة مع زوجها أوك ما في مشكلة ما في مشكلة كل واحد بنام أوك بتنام وإذا بدأ تقعد على تليفونة؟ طب ليش بدأ تقعد على تليفونة؟ ايه إذا عم تحكي مع صديقاتها ما في صديقاتها مين قالك؟ ايه ممنوع تكون عندها صديقات كمان؟ إنه إذا جوزها نيم حدها بتاخد هو جوزها هو الأساس ممنوع لا صديقاتها ممنوع أخبار ممنوع شيء بتسكر تليفونة وبتنطر لتنام هيك لا وإذا ما أجيها النوم؟ وما منوع تستعمل تليفونة؟ بيصهر معها ما هو نيم؟ بتفيقه وإذا ما بدأت تصهر معه؟ هون السؤال، برأيك ليش ما بدأت تصهر مع زوجها؟ ليش؟ ليش ما بفهم بسأل شو اللي بيخال المرأة ما تصهر مع زوجها؟ ما يكون بها تصهر مع زوجها؟ بيكون في زعل بين اتنان؟ يعني بيكون في نفور؟ اه طيب إذا هي عندها نفور، هو بدو إياها تواعي وتصهر معها المشكل فيه هو، مش المعنى هي الزعلانة، مش هو الزعلان صح؟ يعني هي ما عم بتفيقها لأنه هي زعلانة يعني هي أخذ على خطرة يعني هي مش مبسوطة من الزواج يعني هي مش مبسوطة من هذا الرجل يعني هيدا الرجل اللي أخذته يمكن عن حب خيّب لأميلة مش هارد وهيدا الرجل اللي أخذته عن حب خيّر ألا يا أنت يا التليفون؟ اه سؤال، لما خيّرتك يا أنا يا التليفون، ضميرياً شو توقعت يكون جوابه؟ كنت متوقع أنه أنا ولما نقيت التليفون؟ وقت الوعى كثرت لك رجولتك؟ ليش عم بتعرق؟ هيدا هيك التليفون طلع قبدا؟ لما واقع الطلاق، الأطفال مع مين راحوا؟ معي ليش حرمت من أولادها؟ ما حرمت من أولادها؟ لكين؟ لأنه بدأ تتزوج أنا اللي حضنهم لو هي بدأ الأولاد تعطيها إيهون؟ إذا كانت من الحالة إيه؟ حقاً ضيعت يا زياد يعني بلحظة كنت الرجل الشرقي يلي السيد يلي بده يحط مرته بقلب علبة بالمقلب الآخر قلتلي إذا هي كان بدأ حضانة أطفالها وهي ما تزوجت بعطيها الأطفال ضيعتني 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 ضيعتني